التوتر الكلامي الذي سدم أخراً بين المسؤولين في كل من صربيا وكوسفو تولت التخفيف منه المفوضية الأوروبية بواسطة اجتماعات ترأستها في بريكسل فادريكا موغيريني رئيسة الخارجية الأوروبية وجمعت حولها كبار المسؤولين الكوسفيين والصربيين نأمل أن تخف حدة التوتر الكلامي خلال الساعات والأيام المقبلة وأن نركز الجهود فيما بعد على معالجة المشاكل المطروحة على طاولة البحث الخارجية الأوروبية تعتبر أن تطبيع العلاقات بين الدولتين الكوسفية والصربية هو أمر أساسي في مسار رغبة الدولتين بالانضمام مستقبلاً إلى الاتحاد الأوروبي التوافق تم بين الصرب والكوسفيين على عدم اللجوء إلى أي عمليات استفزازية كتلك التي تمثلت بالقطار الذي كتبت عليه شعارات وصفت بالعنصرية كما ترحت إمكانية هدم الحائط الفاصل بين الكوسفيين والصرب في ميتروفيتشا الهدف من المفاوضات التي جرت في بريكسل هو أيضاً إزالة الاحتقان وتجنب منطقة البلقان حرباً كالتي جرت في نهاية التسعينات وخلفت مئة الألاف من الضحايا والمهجرين